بمناسبة مرور تسع سنوات على تأسيسها أكد المدير العام لقوات الدرك اللواء الركن حسين محمد الحواتم أن قوات الدرك وصلت إلى أعلى مستويات الجاهزية الأمنية والقدرات الإدارية والعملياتية وذلك بتوجيهات ودعم جلالة القائد الأعلى الملك عبد الله الثاني مزيد من التفاصيل في التقرير التالي قال المدير العام لقوات الدرك اللوائر كونحسين محمد الحواثم خلال رعايته الاحتفال الذي نظمته قوات الدرك في المديرية العامة بمناسبة الذكرى التاسعة لإعادة تشكيلها ويوم شهدائها إن منتسبي قوات الدرك ساروا على درب الوفاء لجلالة القائد الأعلى الذي وجه وأعطى من حكمته وجهده وثقته لأبناء هذا الجهاز الأمين حتى غدت قوات الدرك بتوجيهات جلالته مؤسسة أمنية متميزة تقدم خدماتها الأمنية والإنسانية الشاملة باحترافية وبقالب عصري يضمن تحقيق مصالح الدولة العليا وأشار لواء الركن الحواثم أن قوات الدرك في هذا اليوم تستذكر جهود أبنائها الذين سهروا وضحوا وقدموا الغالي والنفيس في سبيل وطنهم ومؤسستهم يتقدمهم شهداء الدرك والوطن الأبطال الذين ستبقى دماؤهم الزكية عناوين فخر تزين تاريخ الوطن هذا وقام المدير العام لقوات الدرك بهذه المناسبة بافتتاح قاعة الشهيد العقيد الركن سائد المعايطة بحضور والد الشهيد الحاج محمود عبد السيد المعايطة الذي أعرب عن بالغ شكره وامتنانه لجلالة القائد الأعلى على دعمه الموصول ورعايته لأسري وذوي الشهداء وعبر المعايطة عن فخره واعتزازه بقوات الدرك التي نهل الشهيد من ميادينها معاني التضحية والفداء مثمنا إطلاقها اسم الشهيد على إحدى كبريات قاعة قوات الدرك في مبنى المدرية العام من جانبه تحدث مساعد المدير العام للموارد البشرية والتدريب بكلمة تحت عنوان فخر واعتزاز بشهداء الدرك والوطن أشاد من خلالها بتضحيات شهداء الوطن مضوا مقبلين غير مدبرين يقدمون أرواحهم في سبيل حفظ أمن الوطني بوجه الشر والإرهاب ترجمة نانسي قنقر